من جديد كل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة تقناة النادي الأهلي في كل مكان وزي ما قلنا مجلس قدارة النادي الأهلي بالكامل الجميع على قلب رجل واحد كلهم كانوا موجودين في هذه السفرية والجميع تكاتف أيضا بحضور الكابتن الخطيب في تدريب النادي الأهلي في ملعب نادي العين الجميع تكاتف خلف هدف واحد هو فرح الجمهور النادي الأهلي خلينا رحب المهندس خالد مرتجي أمين من صندوق النادي الأهلي باش مهندس الفرحة حلوة وبتبقى مختلفة انت جوه النادي الأهلي ما بترتبطش بالمناصب قد ارتباطك ان انت فرض من الجمهور مهندس خالد مرتجي واحد من الارتباطه بالنادي الأهلي ارتباط أبدي ارتباطك ارتباط جمهور النادي الأهلي حاسس بفرحتهم ويعيش تقوى كتير جدا انهم عاشوا الحمد لله رب العالمين مبروك للأهلوية مبروك للـ 80 مليون أهلاوي من شعب مصر الحمد لله زي ما دايما ما نقول ان الاهلي دايما بيبهو يعني صاحب البسمة على شفاه المصرين او الاهلوية خاصة يعني والمصرين عامة يعني عارف الواحد تحمل ضغوط كبيرة جدا الكام السنتين اللي فاتت برضو ضيعت دوري مرتين مأثر في جمهور الاهلي يعني الدوري ده بالنسبة لك اللي هو يعني الحاجة العادية بتاعت النادي الأهلي النادي الأهلي دايما اتولد عشان يبقى نبرا واحد لازم نشكر كابتن محمود الخطيب برغم تعبه برغم يعني تحمل على نفسه وجيل غاية هنا ويمكن كان عايز يحضر المباراة لكن بأمر الطبيب قال له ما ينفعش يحضر فانشان مش عايز يحضر يعني يبقى عليه ضغط بإذن الله يتعالى القادم أحسن حاجة حلوة قوي 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 انك انت تشوف الاهلوية مبسوطة حاجة حلوة انك انت تحس ان الرجالة اللي لعبت النهاردة دي واللي بتحمل الشعار الجميل المؤسسة والكيان العظيم النادي الأهلي اللي هو في الآخر ملك الجمهور ده انه هو يفرحه لو تشوف الشعب وهو جاي وبيتصور معاك ومبسوط حاجة يعني الحقيقة ربنا يا رب دايما بقول دعاء كده الله من يعوذ بك من السلب بعد العطاء يا رب دايما الأهلي يبقى في انتصارات يا رب دايما الأهلي يسعد الاهلوية لأن الاهلوية دول يعني أنا جمهور قبل ما مسؤول أنا عايز اقف عند النقطة دي المهندس خالد مفتاجي بيتكلم بلسان الجمهور ومش بلسان المسؤول والكلام طلع من من القلب بدون تجميل بص أنا بجد يعني أنا يعني أنا نفسي لولا أنا راجل مسؤول كنت روه اقعد مع الثالثة شمال واشجع واقول لأن أنا أهلاوي يعني أنا قبل ما بقعد معك صدارة الوالد رحمة الله عليهم ما كان رئيسي لأنه تولدت في بيت أهلاوي تولدت بدم أهلاوي كنت بروها تفرج على الماتشات مع الجمهور بشجع زي الجمهور فبالنسبة لي الأهلي ده حياة الأهلي ده يعني حالة وربنا يا رب يجعل دايما الأهلي بقى هو حالة الفرح بتاع المصريين لأن الأهلي والمصريين يستحقوا والأهلوية يستحقوا أعظم مؤسسة في مصر هي مؤسسة نادي أهلي والنادي الأهلي بيتحمله اليومين دول والجمهور بيتحمله ومجلس الإدارة برياسة كابتن محمود الخطيب لا يتحمله بشر لكن احنا عارفين أن ربنا سبحانه وتعالى معنا عشان احنا نياتنا كويسة بنشتغل للوطن وبنشتغل للنادي الأهلي وبنشتغل لجمهور النادي الأهلي لأن زي ما بنقول إيه الأهلي ملك من صنعه ومن صنعه هو جمهوره العظيم مهندس خالد مرتجي وجودكم كجميع أفراد مجلس الإدارة وصلتوا رسالة مهمة جدا للعبين ثقاتنا فيكم موجودة اللعبة استمدت هذه الثقة منكم جميعا كفرد فرد وأيضا من جمهور النادي الأهلي اليوم بص يعني بص حنا عندنا لعيبة رجالة ده يقول لك الأهلي ما عملش صفقات احنا عندنا أحسن لعيبة في مصر عندنا أحسن جهاز فني إن شاء الله بإذن الله تعالى ربنا يكرم مارسل كولر والتيمن اللي معاه متهيألي إن شاء الله بإذن الله حيبقى ربنا يجعلهم سبب يعملوا الفارق والحمد لله هيبانة هيا أنا عارف أن حضرتك على صداقة بمارسل كولر ودائما مدور على حضرتك أنده يا خالد وابشبانس خالد أصد مارسل كولر يعني أنا كنت يعني كان يعني كابتن خطيب أما كنا بناء أيام ما كنا عايزين نجيب مدرب يعني فأنا في شك كابتن خطيب كان بلده لو رؤية في المارسل كولر وربنا كرمني أن يعني ربنا يعني ما هو يعني إدانا التفويد أو التوكيل أن احنا نروح نجيبه فربنا كرمنا وقدرنا أن احنا نجيبه وربنا ينصره وربنا يكرمه لأن الرجل ده فعلا يعني بشهدت الجميع بيشتغل 24 ساعة في 24 ساعة فلازم ربنا سبحانه وتعالى يكرمه لأنه هو فعلا جاي عايز يعمل حاجة مع النادي الأهلي لأنه حابب النادي الأهلي بس أقولك حاجة برضه النادي الأهلي وصاحب الفضل على كل الناس زي ما كان صاحب الفضل على جوزيه زي ما كان صاحب الفضل على كل المدربين محدش له فضل على النادي الأهلي النادي الأهلي هو الفضل لي كله وإن شاء الله ربنا يكرمنا وإن شاء الله نسعد الأهلوية دايما ودي تبقى بداية الانتصارات اللي هي يعني كلنا نأمل فيها لأن الأهلي ولد لأنه يبقى خموح شكرا يا باش مهندس وبالتوفيق بإذن الله في اللي جاي ربنا يكرمكم شكرا محدش له فضل على الاهلي كلام مهم جدا وكلام من القلب من المهندس خالد مرتاجي محدش له فضل على الاهلي النادي الاهلي اللي هو فضل علينا كلنا كلام طالع من القلب من مش اقول مسؤول من واحد من جمهور النادي الاهلي مهندس خالد ده مرتاجي من جديدة تعود الكلمة للزملاء في الستوديو